يا سادة احنا من مبارح والناس كتيرة قلوبة موجوعة بس واجع القلوب ساعات بيعدي كمان على العقل فيعدي على العقل كمان لما الناس تتوجع وتبتدي تسأل اسئلة كتيرة انا مقدرش ماكنش متابع الحالة اللي احنا فيها من مبارح الناس موجوعة على ريان بس الوجع وحده ماكنش هو الصوت اللي احنا سمعناه ماكنش الصوت اللي احنا سمعناه وصوت الاه بس كمان سمعنا صوت اسئلة كتيرة الناس بتسألها واسمحولي شوية الاسئلة اللي احنا سمعناها هي اسئلة جت عشان الظرف يسمح ان نسأل الاسئلة دي واحنا مش هنتغافل عن هذه الاسئلة ولا هنتجاوز الاسئلة دي اللي الناس بتسألها لما بتتوجع وخاصة لو كان اللي موجوع ده اللي موجوعين علشانه ده طفل صغير الناس بتسأل الناس بتسأل ليه ربنا يوجع طفل الناس بتسأل وفين العدل ان طفل بعد ما يتم انقاذه يموت فين العدل ليه نوجع طفل واحنا لازم عشان نتكلم في المسألة دي لازم شوية نكون عنقعد مع بعض ونتكلم ولذلك مش هتكون دي اخر حلقة عن نتكلم عنها عن المعنى ده الناس بتقول ده طفل ما عملش حاجة ليه واقع في البير ليه توجع ليه ليه مات كلمة ليه دي في حد بيستفسر عن السبب وانا معاك ان انت تستفسر عن السبب لكن انا هقول لك شوية امور لازم تعرفها لو كنت بتسأل عن العدل ما فيش عدل من غير نظام ما فيش عدل من غير قانون القانون اللي يقتضي ان الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد فلما نسأل مولانا سبحانه وتعالى نسأله واحنا نعرف ان هو لطيف بعباده مش بنسأله واحنا بنتهمه لكن تعالوا نسأل مولانا سبحانه وتعالى واحنا متيقنين بنقول له لطيف بعباده طيب واحد يقول لي ان في الوقت ده بحس بهزة هل أنا متأقن من لطف الله تعال أسألك أنت ما زلت تعيش في ملك الله سبحانه وتعالى ما زال كل نفس مكتوب عليه ونفخت فيه من روح ما زال كل إنسان فينا بيعيش طب تعال الروح لحكاية المرض دي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه فيجي يقول لي بس بس ألك سؤال هو ريان دا كان عمل إيه من الخطايا عشان يحصل دا لا قصة ريان وقصة الأطفال دي قصة لازم نعرف أن ربنا جعل استثناء للأطفال في كل الأحوال إزاي يعني فكذلك لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تصلي فيسمع بكاء الطفل فكان يتجوز في الصلاة فكرين لما حضرت النبي من فوق المنبر كان ينزل عشان يشيل أحفاده لحسن يتكعبله فحد فيهم يتأذي فكرين حضرت النبي لما كان يحط أطفاله الحسن والحسين على رجله فيقبلهم فييجي الراجل يقول له أنت بتقبل الأطفال آه الشرع كله بيستسنى الأطفال بيستسنى الأطفال إيه؟ الأطفال طول ما هم أطفال مش مكلفين معلومش عب أيوة حلوة أوي معلومش عب ومش مكلفين ليه بقى بيصابوا بالأمراض وليه بيتعبوا؟ بيصابوا بالأمراض في الحقيقة عشان نعرف حاجات مهمة في حياتنا في حكم لده أول حكمة في إصابة الأطفال بالأمراض إن احنا نعرف حاجة مهمة جدا أن الله ليس هو محقق الأحلام والآمال والمطالب فقط الله هو الله يعني يا الله هو الله هل الله محتاج عشان تظهر قدرته تظهر قدرته على ضعيف؟ أبدا دي مش قدرة ربنا الكاملة نحن لا نستطيع أن نقف أمام قدرة الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا سبحانه وتعالى أنه فعال لما يريد ليه طيب؟ عشان حكمة بالغة إيه الحكمة البالغة؟ إن طفل يمرض كل ما الطفل ده يمرض الطفل ده يزود الشفقة في قلوبنا فيتحول الطفل ده إلى رمز ريان تحول إلى رمز وعاش بعد حياته فتحول ريان إلى رمز ماذا؟ يجدد في قلوبنا الشفقة يجدد في قلوبنا الإحساس بالطفولة فريان نفسه ما كانش بيصدق أنه ممكن يتحول إلى رمز فتحول ريان إلى رمز من الذي رمز ريان؟ ريان الله جعله رمزاً لماذا؟ للشفقة وتحرق القلوب في اتجاه العطف والرفق بالأطفال الأمر الثاني ريان أصبح باباً من أبواب ولابد أننا نلتفت إلى تقديرات الله الولد اسمه ريان ريان يعني إيه؟ باب من أبواب الجنة أصبح ريان خلاص باب من أبواب الجنة لأبيه وأمه ليه طيب؟ لأن ريان خلاص كان قوت قلوب أبوه وأمه فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن رب العزة إنه بيسأل أنت خلاص أخذتم الطفل اللي هو قوت قلبي والديه اللي هو قرت عينه فإيه اللي يحصل؟ فيقول له نعم يا رب فييه اللي يحصل؟ فيقول اكتبوا لأبيه وأمه قصراً في الجنة وسموه بيت الحمد فأصبح عنده بيت من بيوت الحمد لأبوه وأمه يبقى ابنه لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد فكمان والديه يتسلوا إن أمه كمان بقالهم بيت اسمه بيت الحمد بس خلي بالكم أهم ما في هذا هو إن المجتمع كله يبتدي يجدد مفهوم الحياة عنده إحنا كل الحياة اللي عندنا كلنا هو متوجعين عشان إحنا حسين إن الحياة هي بس الساعات والأيام اللي عندنا فنسين إن الطفل ده تنتقل إلى حياة ثانية ما بقاش عدم يعني هو ما بقاش مفقود فرح إلى العدم ده رح إلى حياة جديدة وكأن قصته جاي عشان تجدد فينا معنى الحياة وإن الحياة مش بس هي الحياة الأولى لكن كمان في الحياة الآخرة فيفضل ريان عندنا بيفكرنا بإنه والآن إن شاء الله في الجنة مع سيدنا إبراهيم تأتي السيدة عائشة وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات طفل من أطفال المسلمين فسألته فقالت له يا رسول الله عصفور من عصافير الجنة قال أهو غير ذلك يا عائشة هو أكيد كده أكيد هو في هذا النعيم أنا بسأل الناس اللي بيتكلموا عن العدل اللي وهم بيحاولوا يسودوا الحياة أنت وبتسود الحياة خليني أبكلمك والله أنا أبكلمك من القلب لأننا عايز أتكلم معك لأننا شايف أن الحياة نعمة عايزين نتكلم فيها عن نعمة ربنا بسألك أنت لما سودت الحياة قلت أن الحياة سقيمة فريان نساب الحياة السقيمة ده وراح للطيف الذي سيجعله يتجول في الجنة كيف يشاء ويطير كالعصافير في الجنة أنت دلوقتي زعلاني أنه راح لهذا المكان ولا أنت قلبك موجوع على آلام الأطفال لو قلبك موجوع على آلام الأطفال يبقى أنت تعلمت الحكمة يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل قلبك رقيقا يبقى تعالوا نتفع على أني ريان أصبح رمزا يجدد في قلوبنا رقة القلوب للأطفال فتعالوا نتكلم بقى إزاي نحفل الأطفال وإزاي نرعاهم وإزاي ما نقعش في الكلام اللي قاله حضرت النبي ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك لما كان بيتكلم عن الأطفال ساعتها هنبقى فاهمين يبقى إذن قضية أني ليه يتعمل ده في الطفل لكن ده ظلم للريان ولكن في نفس الوقت نوع من أنواع العقاب لي ريان ما عملش حاجة ما كانش ده عقاب ولكن عجل له لحبيبي فذهب وستظل سورة الكهف بتخبرنا عن ثلاث أشياء إحنا شايفينها عبارة عن مساوئ عبارة عن مكاره ولكن القرآن يعلمنا الحكم اللي فيها سفينة خرقت فكان الخرق سبب النجاة وطفله يقتل فكان دوت سبب لنجاة والديه وكمان ناس فقراء فيبنى لهم الحائط وهم ما معملوش حاجة عشان في الآخر خالص لما يكبروا يلاقوا ما يغنيهم ثلاث أفعال ظاهرها إنها في الحقيقة كانت في أزى أصحابها لكن كانت هي في نعيمه ولذلك السؤال الصح مش أنا أن أنا أسأل ربنا عمل كده ليه لكن إيه حكمته السؤال لازم ما يكونش سؤال استنكاري ولكن يكون سؤال استفهامي تعالوا نستفهم هو القصة بتاعت ريان سيد ريان حبيبي ريان قصته بقى بتعلمنا إيه أنا واخدت أعدت أحلل ما حدث لسيد ريان فوجدت إن فيه خمس حكم نتعلمها من هذه القصة أول حكمة نتعلمها من قصة ما حدث للسيد ريان إن إحنا مش بنعيش حياة عبثية لإن لو بنعيش حياة عبثية كان كل حد يعمل أي حاجة لكن ربنا قدر إن تحصل حدثة ريان عشان الناس تطمئن اللي هي ما زالت في قلوبها معنى من معاني الإنسانية فربنا سبحانه وتعالى بعظيم حكمته في الوقت إن إحنا فيه بتتلاشى الإنسانية يحدث هذا الحادث فيعجل بريان إلى الجنة وفي نفس الوقت يحرق قلوب الناس إلى الإنسانية كنا محتاجين الوقفة دي كنا محتاجين إن إحنا نجدد فهمنا لمعنى الطفولة وإمت الطفولة في حياتنا فجيه الحادث ده فخلانا كلنا حسنا بإحنا بإن إحنا لسه عندنا قلوبنا لسه بتدخلع على الأطفال ولذلك طب أنا بقول كده ليه اللي يشوف الناس وهي بتطلق فيحصل حاجة اسمها طلاء الأطفال إن واحد لما يطلق مراته يطلق مراته بالأطفال يا أخي اللي قلبك تخلع على ريان ريان ده طفل ورمز للطفولة كمان ابنك انت بترميه في جب وبترميه في بير ممكن ما يخرجش منه وهو بير السواد الإنساني فانت لازم تنتبه انت ممكن تكون رميه ابنك في نفس البيل اللي وقع فيه ريان وبتعتبر انه هو ما وقعش لأ هو هيتكسر واحتمال كبير نفسه تحطم وما يخرجش منها فعشان كده يتعلمنا ان احنا نجدد احساسنا بقديه ممكن الازى يقع على الطفل في الحس فما بالك بقى في المعنى المعنى التاني اللي تعلمناه كمان من ريان ان الطفل في اي مكان قادر يحرك الانسانية كلها فما فيش عدوة لأي طفل في اي مكان في العالم الطفل هو الطفل الطفل سيظل رمز سيظل خزانة الفطرة الانسانية سيظل هذا الطفل حديث وعهد بربه وعشان كده لازم نهتم بالطفولة الحاجة التالتة اللي لازم نفهمها ولازم نتعلمها من قصة ريان ان هذا الاحساس بالسؤال لله سبحانه وتعالى لماذا فعلت هذا لازم يجدد عهدنا بالتعرف على الله انا اسف فيه ناس كتير بتعتبر ان ربنا واجب عليه ان هو اللي يعرفنا به فربنا عرفنا به ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي يقولي الالباب فربنا عرفنا به سبحانه وتعالى بس انت بتتعرف عليه ولا انت عندك اشياء سابقة في معرفتك بالله وانت بحتاج ترجعها محتاج تعرف حكمة الله الله مش على قدر تفكرنا الله سبحانه وتعالى لا يحيطون به علما الله سبحانه وتعالى واسع كل شيء علما فالله سبحانه وتعالى كمان واسعهم برحمته وكتب ربكم على نفسه الرحمة يبقى احنا لازم نعرف ان احنا محتاجين نعرف ربنا نعرف ربنا بطريقة نتعرف بها على جمالي من خلال جمالي معاملتي اسألك انت من اول ما تولدت وربنا بيتعامل معك بحسن معاملتي وبيتعامل معك مع جميل صفاتي هل انت تعملت معه بالاحسان كما هو تعامل معك بالاحسان هل انت تعرفه نحتاج الى معرفة الله بالجمال ونعرف ان اللي حصل لريان ده لطف فيه لطف نعم واقل شيء نعرف فيه ان فيه لطف ان ربنا عجل به الى مستقر رحمته عشان محدش يجي يقول وليه حصل في ريان ده اللي حصل في ريان ده ده ربنا عجل له كم سيبقى من الحياة انت كنتوا عايزينه ياللي بتقولوا ان الحياة صعبة والحياة مرة والحياة فيها قسوة كنت عايزينه يعيش الحياة القسوة او ربنا عجل له ايه الى مستقر رحمته الحاجة الرابعة والخمسة ان احنا محتاجين شوية نقرب من بعض ونعرف ان الاسئلة الحائرة لازم نجاوب عليها وما فيه السؤال ممكن نسيبه لازم نجاوب على الاسئلة دي ونعرف ان شبابنا دلوقتي عندهم ضغوط نفسية كتيرة محتاجة مننا اهتمام شويتين تلاتة ومحتاجة ان احنا نبص في اسئلتهم وعشان كده اوعدكم في الفترة اللي جاية هنجاوب على الاسئلة دي ومش هنسيب سؤال حتى لو فيه سؤال بيقول لي هو انا من حق ان انا زعل من ربنا هجاوب عليه هجاوب عليه ليه عشان ما نفضلش عندنا الوجع وعندنا البعد احنا مسؤولين ان احنا نرفع الحجوب اللي على قلوبنا في المعاملة مع الله اخر معنى كان مهم جدا لابد ان احنا نتعلمه من حادثة ريان هو ان الله سبحانه وتعالى واسع الرحم كان ريان لما انتقل ما انتقلش بس هو لا ده فتح باب كمان على اهله عشان يرحموا به فسبحان الله ايه العطاء اللي ربنا بيديه للطفولة ده وايه العطاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرم به الاطفال ده الاطفال كرم ربنا ليهم ما اقتصرش عليهم ده ربنا جعلهم كمان سبب لكرامة اهلهم وعشان كده اللي عنده طفل لازم يقبله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأني ارى قلبه ويقول ويقول له ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك حضرة النبي وكأنه بيقول لنا رسالة اترون انني لا اقبل نعمة الله ان الاطفال هم نعمة الله سبحانه وتعالى يا رب اجعلنا نخرج من هذه الحادثة وقلوبنا مليئة بالنور ومليئة بالحكمة ومليئة كمان بالقرب منك سنستمر في مساعدة الناس في التعرف على الله سبحانه وتعالى وانا مهتم ان انا اكون في نفس الجلسة مع كل حد حاسس بان الوجع ده ما كانش ريانه والضعف ومستحقينه هنتكلم مع بعض ونحاول بقدر الامكان نخرج من الزعل ونخرج من الاحساس بهذا الظلم لان هو في الحقيقة لما الناس بتشوف ولما الناس بترفع الحجاب قلوبهم الطيب وقلوبهم كمان بتعرف ان الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده يا رب ارزقنا معرفة لطفق واكشف عن قلوبنا حجبها واجعلنا يا ربنا ممن يعلمون ما تريده مننا لكي نقبل عليك من اقرب طريق اللهم رقة للقلوب وصحبة للمحبوب واجعلنا يا ربنا ممن يؤمنون بأنك علام الغيوب وأنك لا تجري علينا إلا كل مرغوب إذا انكشفت عن قلوبنا كل الحجوب يا رب اغفر لنا واكرمنا واجعلنا يا ربنا ممن يقبلون عليك